سلام عليكم زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب انكم كلنا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة سريعة وبسيطة ومش تاخد معنا اي وقت ولا اي مجهود هنعمل ايه هنعمل سجوك وهنعمل معيه حووشي اول حاجة هنجيب بصلايا مفرومة فارمة كويس اوي مفرومة في الكبه او في المبشرة عشان خاطر ان احنا هنحطها للحووشي ايه بقى بتابلها بملح وفلفل لو عندي اه بهارات حووشي شوية بابركة اه كبابة صيني او شوية شطة كمان يعني لزوم اللي حد عايزة يبقى الحووشي حار شوية عندي هنا اللحمة المفرومة اللحمة هي هنبتدي ندعك الاول البصلايا مع التوابل وبعدين هننزل عليهم باللحمة المفرومة طبعا ده بيفرق كتير في طعم الحووشي طبعا احنا ممكن نسيبها ساعة ساعتين ياريت لو حتى اللحمة دي تبيتت طبعا تبقى احلى واحلى علشان خاطر ارتباط في التدبيلة بتدي طعم احسن طبعا مئة مرة ما بتكون معمولة بصعيدة بس على الاقل هنسيبها ساعة كده وبعد كده نبتدي نشتغل فيها ندعك بوقتي التوابل كويس اوي والبصلة مع اللحمة المفرومة اللي موجودة عندي ندعك هم جامد بحيس ان هم يتجنسوا مع بعض ما يبقوش بينين من بعض ياه طبعا اسهل الاكلة في الدنيا الحووشي ما فيهاش اي حاجة ولا اي وقت ولا اي مجهود وبتخلص على طول ما بتخدش وقت هو هنا وخلاص دعكناها كويس اوي وقلبناها ما فيهاش مشكلة ويبتدي يا دوبك بقى نجيب العيش ونحضره عشان خاطر نعبي الحوش ما يجيب العيش اهو بجهزه طبعا انا كان قدمي عيش صغير وكبير بس طبعا فضلت احط الكبير اسهل واسرع بحيس ان هو كل واحد ياخد رريف وخلاص مش اكتر من كده بدل ما ادني احمر في اللازلت كتير هنا هو بندعك اللحمة المفرومة جوه لغير في العيش في الارضية بتاعته ادعكها كويس اوي بنحاول نجيب عيش يعني يكون في قلب من جوه شوية عشان خاطر الحوشي بيحب العيش اللي ليه قلب مش العيش اللي هو خفيف ورؤية قوي اللي عايز يعملو في عيش بلد يعملو اللي عايز يعملو في عاجينة زي عاجينة البطير ما فيش مشكلة كله شغال يعني حاول ما انتقلش بس طبقة اللحمة المفرومة عشان اتأكد ان هي هتستوي هنا جبت ايه جبت حجية زبدة بلدي معهم شوية زيت بسيط قوي وحطيت معهم حتة لية طبعا اللية بتقلب كيان اللحمة او التحمير ده بيبقى يدي تعم حلو جدا جدا هتتليها صغيرة قوي بحيس ان هيها ما تبنش يعني بس هتدي ريحة وهتدي تعم حلو للحوشي هنا خلصنا رغي في الاولاني نبتدي نبص جواه كده عشان نشوف اللحمة نتأكد نبن نتأكد منها بردو استوت ولا لأ لقناها مستوية سوى كويسة ايه طبعا اهم حاجة ان احنا نكون مهدييني النار عشان خاطر ايوه النار رواطي هي على الاخر عشان خاطر ايه تستوب راحتها هنا في الوقت ده بقى ابتدي يعني الحوشي على النار الجوه نار هادي يا شوية عن كده كمان وهبتدي هنا انزل بالسجوء عشان خاطر بس ان انا اعرف اصور يعني. جيب حبة زيت وحطة زبدة ويا ريت لو زبدة بالا دي تبقى احلى طبعا. وهنا معايا حطة لحمة مفروم اه حطة فلفل مفروم وعليها للطوم تدبيلة يعني اللي احنا شايلنا مع بعض قبل كده. لناخد حطة صغيرة معلقة كده ونشوحها وما نقطرش عشان خاطر بتبقى حرقة جدا. ويبتدي انزل بكمية السجوء اللي عندي. ممكن انزل بالسجوء سليم او ممكن انزل بهم يتقطع. بس انا هنا احطه سليم عشان اعمله فلفينه ويبقى سهل عليا في ان انا ايه اعبيه يعني وان انا ايه اعمل لسا لو تشد بسرعة. نعلب فيه جامد كده. وطبعا نحط له ملح وفلفل وكمون بسيط. هنا برضو ما ننساش الحبوش نقلبه برضو عشان ايه ما يتنسيش على النار. بس خلاص كده السجوء بقى جاهز يبتدي يا ده بقى نضيه صدمة من اه قدام ومن ناحية تانية ونقلبه كويس. وبعد كده نكون مجاهزين عندنا طمط مايا ياريت يكون كلها لحمة فيهاش ميا. هنا عصرتها حتى من نقطة الميا اللي كانت موجودة فيها عصرتها ورامتها. والقطة تماطم دلوقتي موجودة فيها لحم كتير. اكتر من المياه وده حلو جدا كده. فهنحط الطمط مياه باللحم بس من غير المياه اللي هوها او من غير اي سوايل. عشان خاطر من نسلقش السجوء اللي عندي. ويدوبك بس نشوحها كده ونديها تقليبة فيها. طبعا التماطم هتعزز من طعم السجوء. زي دين احنا هنزود دلوقتي عندنا الفلفل الاحمر وفلفل الاصفر. اي حاجة الموجودة عندنا يعني المتاح يعني عندنا فلفل اغضر برضو مفيش مانع. الموجودة عندنا بنشتغل به. ابتجي بقى اتبلها بحط لها فلفل اسود بحط لها بابركة بحط لها ملح. طبعا السجوء من الاكلات السريعة اللي ما بتاخدش اي وقت زيها زي الحواوشي بالزبط يعني مفيش. يعني ما بنكملش حتى روبا يساعد ونطلع من المطبق خلص. طبعا هنا بهديها النار وسيبها تستوي برحيتها بحيث ان ايه ان انا اخرج بالاتنين مع بعض يكونوا سكنين. هنا طبعا عنديها طماطم بنسبكها. خرجتها من الفريزر وقده مكان كبير فقلت ايه نطلعها ونسبكها مع بعض كده. مش تاخد برضو اي وقت. طبعا لو الزيت قل معانا او السمنة قلت بيبتجي برضو نطلع كده حتة بسيطة كده. عشان خاطر العيش يتحمر فيها كويس. ما ينشفش او ما يتحرقش عالبتجيز. كده خلاص اهو يعتبر الاكلة بتاعتنا اجازت و تمام كده زي الفل وبالف هانا والشفاة.